برنامج بالقانون حقيقة اليوم وردتني اتصالات كثيرة تخص الاعلان او العنوان لحلقة اليوم وكانت الحلقة معنونة بكلمة مبروك الاولوية الاقدم هيئة الزراعة تمنح قسائم للأفراد هذا الموضوع حقيقة مثير للجدل ناس كثيرة تقدمت لهذه الهيئة ومن يرأسها حتى تحصل على اراضي زراعية طبقا لما وردنا ان تم توزيع الاراضي ماستاش الله بخير سعاد مساء الله بخير فاجأتت وعيد مساء الورد يا أستاذ الحمد الموضوع يحتاج مفاجأة لأننا لما نقول مبروك معناتها ان الناس قاعد تترقب ما تتخيلين كمية الاتصالات التي وردتني اليوم صج انا مقدم وغير ارافع دعوة الى ان وصلت لك شي سادة سعاد اخذتوا اراضي وين اخذنا اراضي حتى الموكل انا ارافع دعوة على الهيئة عشان احصل على الارض المفروض نازلة باسمه لا حين ما حصل شيء والهيئة قاعدة ماطل اجل كذا مرة القضية جميل لانها ما عندها ردود قاعدة ماطل هيئة قاعدة ماطل الهيئة العامة للزراعة اللي منحت بعض الاراضي للمتقدمين الافراد قاعدة ماطل ماطل تمثلها ادارة الفتوى جميل لا حين كذا مرة قاعدة ياجلون ملاقين اي اسباب قوية لعدم منح الموكلي الارض اللي يستحقها جميل اذا ما هو تبريرك يا استاذ حمد على هالقصة يتقول لك لا يقاعد ماطل لا في حق هذا اراضي ولا يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قبل ادخل في الحلقة بشكل كذا بشكل مباشر عندي تساؤل اللي اطرحها الاخ ذاك اليوم وكان عندنا وقت صحيح يقول انا خذوا مني علاوة نزلوها كان في النفط لاتصل قال انا بالنسبة لي في خط علاوة وبعدين نيات الادارة الثانية ونزلتني يشتغل بالنفط حسب وضعك انت تتبع قانون العمل في القطاع النفطي وبالتالي اي حق حق مكتسب لك ممنوع احد ينزله ولا تستطيع لا الادارة ولا غيرها من حقك ترفع دعوة لاحتساب الفرقية طبعا بعقدك القديم ما لم تكن انت موقع معهم على عقد ثاني فيلزم العقد الجديد في السابق لا العقد اذا انت ما غيرتها وهذا حقك وورد عليك كل هذه المتيازات في ذات العقد لا تستطيع ادارة ان تأخذ منك بل هو حقك تستطيع ان ترفع دعوة وتأخذ الفرقية ما لم تكن انت متنازل جميل جميل احنا صراحة الله يذكرك بالشهادة استاذ حمد اليوم احنا فاتحي الاتصالات اللي حب يتواصل يريت اخونا المخرج يعرض لنا ارقام البرنامج فيما يتعلق بهالموضوع اللي جاوبه استاذ حمد زهر الله خير السؤال اللي كان في نهاية الحلقة اللي فاتت عطوة راضي حق لان هذه القضية عندي وانا ما اتكلم بس اذا صدر حكم تمييز واصبح مبدأ اللي شرحنا من رطافة هذا مبدأ جديد المصلحة العامة مو كيف الادارة تلعب فيها مثل ما تبي هذا حكم المرة الالف ويستقر يجب على الادارة ان تعدل مسلكها في التعامل بس وضح لنا وين قاعد تتكلم في الوزارة الصحة وزارة صحة جميل فلازم تعدل مسلكها لا تعتقدون انكم تسولفون لا تعتقدون انكم تاخذون انكم السلطة والقوة تحذفون وتضيعون حقوق الناس ارجعوا مبدأكم مبدأ جديد يضرب قراراتكم وزير ما يعرف شنو قانون ولا مستشار يعرف شنو قارون ولا كذا تي المحكمة تصلح له سؤال هدر لأحالهم التقاعد اي نعم سؤال ما تعرف ترى مو عيب لا تعاند واحد اثنين اذا انت اداري زين اي ان كان ويكو مبدأ من حكمة التمييز يا اخي التزم فيه ولا تعودها مرة ثانية واحد اثنين اكو مبلغ تعويض هذا غير مستحقاتكم اللي قفت اكو مبلغ تعويض على التعسف في مثل هذا القرار تاخذ بإرادتك من يدفعه راح ترتد فعه وزارة الصحة اهني قلنا لكم انه بتشريع انه لازم هو يلتزم عشان يصير مضبوط اي واحد قبل ياخذ قرار هاي المبادئ الان موضوعك شنو السريع عنه لا مو السريع لحظة الموضوع مالهي عمل الزراعة والاراضي هذا يوقف شوية ما عليه هذا اللي قاعد تقول انت اهم دائما اخواني كنا ننادي انا وزملائي في مسألة التعويض من فترة عرضنا موضوع يتعلق في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات لكن اهمها كان على رأس الجبل هي وزارة الصحة تمام احالة بعض الناس للتقاعد طبقا لقانون شرحناه في واحدة من الحلقات اللي فاتت ما استذكر حقيقة متى اليوم استاذ حمد وبمحظ الصدفة اصبح عنده حكم الحكم هذا تمييز يعني مبدأ نهائيا اش قال قال يرجع في ناس مكانه ويعوض من اللي يعوض خزينة الدولة على الرغم اللي فصال هدر من نوع من انواع هدر المال قبل لا تكمل قبل لا تكمل اذا تحبون ومهتمين في مسألة الاراضي انتظرونا بعد الهاصل استاذ سعاد الآن ما في قانون حق الهيئة الهيئة العامة للزراعة في مسألة التقدم والحصول على الارض ما في قانون في قانون رقم 94 لسنة 83 هذا قانون ينص على كل الاجراءات المفروض تتبع لصالح المواطنين او التزم فيها مدير الهيئة و التزم فيها المسؤولين و الموظفين اللي في الهيئة لكن للأسف القوانين ما قاعدت تطبق ما قاعدت تطبق من أي جانب من كل الجوانب يعني أنا يعني اللي عنده أرض واللي ما تقدم حقه اللي عنده أرض واللي ما تقدم على الأرض واللي واللي قاعد يستغل الأرض هل قاعد يستغلها صح وفقا لما ينص عليه هذا القانون ولا قاعد يلعب والهيئة ساكت عنا ازياء و المتقدم يا بي أرض و المتقدم لبين الأرض ما تقدم يعني لا مصلحة مدير الهيئة أو أحد المسؤولين في أن يمنح هذا المواطن يعطونا ما لا مصلحة يتشفس الديات و يروح وترفعون لها دعوة احنا نرفع دعوة و يقولون والله ما توفرت فيه شروط يعني لاحيء ما أخذت أرض هي مات اللام بس أنا بقول أيضا على السريع واحد الله يجيرنا و يجير الكل سامع و البعيد من مرض السرطان عجل اليوم يمكن تستغربون بس أنا ما عرفت قطار مقلوب ما أفهم لا أعرف بالسياسة ولا الدبل ماسي يا سيدة أكو مواد خطرة تيها حق الهيئة هنبلش فيها بس في مواد خطرة اللي هي المواد العضوية المواد الكيموية المواد السمية من سم يعني والهرمونات و المنشطات سواء كانت حق الغنام حق الأعلاف حق النباتات تمام بالنهاية هذه تترجم إلى محاصيل إلى السوق الكويتية السوق المحلية تمام كثير من الناس ما يعرفون يقول يسمون سرطان الشين واحد من الأسباب المهمة هي هذه هذه الإدارة شلون طبعاً أنت لمنية منتج أو تسوي منتج ما تعرف هذا المنتج في سرطان أو لا في هذه المواد تراكمها يؤدي إلى السرطان من عدمه ما بالنظر باللمس بالتحالي يتحللون المواد في المختبرات مختبرات وكلهم في اختصاص المفروض سمعوا يا أهل الكويت وما في يعني أنا أعتقد لازم تشتكون كل واحد أحد أكل من السوق وصار فيه يشتكون على الهيئة لأن رئيس الهيئة مدير الهيئة السيد البدر شو اسمه السيد جاسم حبيب البدر جاسم الأخ جاسم حبيب البدر ترى هو اللي يوقع على صرف هذه من غير فحوصات يصرفها يخرجها تطلع بموجب التوقعات اللي هم وقع عليها كهي عندي يفرج عنها من غير ما تدخل مختبر يصير فيها سرطان الناس تحترق الناس في شيء مو مهم يعني المختبر موجود في الهيئة في مبنى الهيئة المختبر بقلمة شو هم بقلمة يوقع يقول افرج كهي لحظة لحظة السؤال هل هذه المواد الغذائية أغنام ولنباتات أي أن كان طبعا وهو اللي يفحصها هو يوقع عليها كتوقيعه تفضل هاي الشاشة بدون فحص هو اللي يقرر انتو مفاهمين مو لجنة ولا طبيب ولا مختبر وهو يفرج عن المواد الخطرة بدون مختبر الصحة لحب هو شنو تخصصها وهو مدير الهيئة لأ دراسته شنو مدير الهيئة دراسته شهادته مدير الهيئة يا الحين بقول شو يسوي هذي واحدة من الشغلات طبيب يعني ريال ما ادري انا يمكن متخصص في المواد هذه اه خل انا اتمنى اي انسان يعاني اهله ولا شيء بمرض من السوق المحلية وما يدري ترواع لقينا واحد من الاسباب انا في اعتقادي لانتقعد تفرج عن اشياء خطرة مذكرة في االية الافراج عن المواد الخطرة تمور في وزارة الصحة ومختبراتها حسب التوصيف مدير الهيئة يوقع على افرج عنها الشلور مو شغلي تفضلوا خنشوف الرقابة والتشريع وزارة الداخلية وزارة الصحة متش وزارة تفضلوا هذه مصيبة لا لا مو مصيبة لا لا مو مصيبة هذا واحد واحد بعد يعطونا اراضي بعد بقطة شديد عرفت سيدة سواء بعد يعطونا اراضي نعم اعطوا اراضي البركة حق الناس تبرز كبنا بس خنعرف هذه المسال تفضل تابعونا انهيها لا لا متنينها الاراضي موجودة على ثلاث اشياء انتم ما تابعونا نقول لكم يا هبقون وكيفكم مفروع على ثلاث اشياء انت تقول لي ما عطوا شرحت المحكمة رحنا مغلطانا ها اشلون الآن نقسم على ثلاثة افراد قسائم هذه موقوفة من 15 سنة افراد قسائم يعني الافراد اللي يتقدمون يعني لما تكون فردها بقسيمة من 15 سنة موقوف الموضوع هذا بس انا الموكل ما لي نشعر اسمه بالجرائف هم ثلاث انواع اول شيء افراد القسائم ممنوعة موقوفة من 15 سنة اثنين جواخير جواخير حق الافراد موقوف وحق الشركات والمؤسسات اللي هي سمونا البند الاستثماري جيد مبروك اهل الكويت انا قلت لكم وانا عنيها هذا واحد من النماذج ما اني مطلع الاسم لانه اللي استلم كيف المشكلة باللي يعطي ويمنع اللي استلم عليه بالعافية هذا 27 مارس 2012 هاتو ايه خمسين الف متر مربع في منطقة الوفرة الزراعية موقوف لكن هذا يعطى ليش الكويت مو كفو يعني كلكم روحوا لهم والله العظيم كلكم روحوا لهم مو كيفهم يعني وزع هذا نموذج على فكرة سبح لي بس القانون يقول بس 1250 متر بنرجع بس اننا اتصالهم للأخ محمد مساك الله بالخير محمد لا يخالف عشان ساب حمد يعني من دمج لا اقل شيء لانه بعد بقول خلي سئلهم بعدين مداخلتك بارك الله فيك فيما يتعلق الموضوع يا هلا ومرحب تفضل أخوي محمد مساك الله بالخير أخوي يا هلا وياه سهلا فيك تفضل بس قبل شيء عجبني المحامي حمد المولى على موضوع ويتشد انتباهي على موضوع انه بسبوع اللي فات في واحد كان لعلاوة واسحبوها منه نعم الحيانا عندي شهادة راتب نزلنا كادر ايه وكان 180 دينار لنا الكادر ثاني شهر او ثالث شهر اسحبوا الكادر فهلا ينطبق علي نفس موضوع الاخر اللي تفضل بيه الحمد المولى انه حق مقتسب عطني اقولك اذا الكادر ممنوح لك من خلال وظيفتك عن طريق الخبرة او التخصص لان كل تخصص لكادر اذا كان منح لك حق بموجب العقد اللي انت فيه نعم ما يجوز ان يسحبونا من ارادة منفردة بس عندي شهادة راتب اخي حمد يعني معنات انه مدام نزلي عشان لان نطول انا اقول لك اذا كان مترتب هذا الامر بنان على التخصص مالك مو بالخطأ انت ممكن يكون بالخطأ مثل لا 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 خلاص جيد بدأ مو خطأ حق اذا كان حق لك ممنوع يا سحبة ترفع لهم دعوة اخذ الفرق اخوي محمد الان سنجابك بالتفصيل شكرا على مداخلتك باختصار شديد اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت ارجع له سعادش راحت كيفية تتظلم ورفع الدعوة القضائية اذا لك حق مكتسب طالب فيه بكل الاحوال اظلم من تخسر عن شي نرجع حق بغضوك عطونا بس فتش على التصالات عشان نعطيهم حقهم ما يقاطعوننا الموضوع وائد مهم وابيمة تلسلسل ارجع لهم انا ما عندي مشكلة بس عطونا وقت فيها وان شاء الله خير عشان لا نظلمهم مساكين الناس يبقى يسألون من حقهم علينا نجيبهم سوف انا اضطريت ان الاسبوع الوراء اسبوع تقرق على قلب عشان اجاوبها اليوم على قلبك الآن هذه الحيازة قلنا لكم قسيمة ما يصير لا تصير خمسين الف متر وين وفرة طبعا هذا مفهوم مخالفة انه ما يعطون حق قعد غيره انا اقول هذا عطو يعطون غيره قعد افتروا فيهم حس النية يا عالم روحوا طق الباب وطز عيونهم بهالقرارات قسائب توزعت لا يقولوا موقوفة موقوفة جاخور افرض راح وقاله ما عندنا شي حمد كلامه غلط اييني اطلع اطلع اوكي لا حمد كلامه غلط راح اطلع التوقيع والقسيمة والعسم ويسمح لي بس بس انا ريال ما العب اي لان هالمستند مو سهولة لا 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 مو سهولة واحد اثنين شنو بعد الان الجاخور عشان تستلم جاخور في حد ادنى لازم امية راس غنم صح اي صح لا يقل ومن سبعة الى ثمانة تطعيمات للاغنام لانك انت مداوم معنى تصج انت لاغنامك تطعهمهم خايف عليهم نظام الشرايح بالضبط شرايكم موزعين من ميتين لثلاثمية ياخور من غير هذه الاشتراطات ولا خروف ولا نعية عشقا يسوي الجواخر لا اكو واحد مو طالبين من نأمية يايد ثمانين وتطعيماته مو سبعة ثمانية خمسة قالوا انت مخالف مفروض ان ذبحك واكو من ميتين لثلاثمية ماكو شي وزعوا له مبشركم يا شباب وهذا نموذج واحد هل أنت باورك الاسم عشانا تقول لي ما قدر أقوله أنا ما أتكلم كاه يستاهل ياخذ علي بالعافية لا ياخذ علي بالعافية علي بالعافية أنا مو غدهم أنا هل إدارة ما ياخذ شنو ذنب يعني شنو ذنب لأن ما يعرف منه البدر خلي روح للبدر والله أنا حسب علمي طيب وما يقصر الريال بس ما درش طلع على الإشاعات كاهو قاعد يوزع أنتو بعد مايشو صايرين أنا جدامي توقيعات وتوزيعات حتى المواد الخطرة يوقع على الريال يقول مو خطرة العالم تموت مو مشكلة ماكو أكو أحد حس أكو وزارة شتكت أكو مباحث راح ومسكوه لا لا ما ضيق يخلوق ماكو بيسال حس خمس دنانير خلط طالبك الدولة خمس دنانير مخالفة وحطون اسمك يبقى شطرون فيك بالمطار اللي عنبو أسلافك ناكو روح خمس دنانير طيش قاعد يصير ما حد يصير لا تقول شيئا ما تطبق طبق الغانو ونخلص من هالأزمات بعد بعد فيه؟ ايه هاي نموذج الثاني يعني الغصة ما أنتهت النموذج الثالث نموذج الثالث خلانين هذا النموذج جاعة حق المقاولات يسمونها الاستثمار شنو أنت عندك مؤسسة أو شركة تبي تنمي وتساهم في الأمن الغذائي من زارع من خير إلى آخر فيعطونك فضل تعال يعطونك هذه لها شروط لازم تلتزم وتسوي واحد ناثرات أربع خمس وفي فترة معينة إذا أنت موجاد ينسح بأنك يعطى لغيرك أمن غذائي أمن غذائي في الدول الحال ترأم دولة بس مو مشكلة الحين ما أعطين أحد لأن الأحد يصير حق أمي وأمي باللجنة مراكزين حلو أمي باللجنة إيه اللي يرأس هالبدر والنعم فيه حلو وأمي يصير لها أحد عمره 23 سنة عطوه مؤسسة وهذا الكشف دعم أعلاف بحاصة دعم أحلا والله العظيم دعم أعلاف والأرض بحاصة مسورة بحاصة حتى الكفالات ردت بعد نعم بعد إن شاء الواصل أي الأعلاف ما يفعل فيها يبيعها فلوس يبيع على هالمقارين مو مهم فلوس لا لازم نوضح لا أبواد العسلعين يعني الموضوع محروف قلبه محروف قلبه هذا النموذج الثالث خليها راحتك تفضل صاحبا بعد كلنا لك بعد شنو هدول توقيعات المدير شاخط أخذ علاف أخذ فلوس بيع خلصنا خلصنا تعال المزارع يا عبارة بس هاي رام ثلاثة ليش الأرض مسورة كفالة ردت أرض ما انسحبت وفوقها هذا نفس طريقة الأفست تفضل أفست ثاني ما كون مشكلة تمام يعطونا فوقها بيزات أعلاف ويبيع على خلق الله بالسوق السوداء تمام ويقولون ما عندنا أعلاف تكفي طبعا يا الله يلاحقول على ذلك طبعا أكثر من أربعين بالأمير يتوزع لهم أعلاف مو بالكويت لهذه قوية تكفون شنو المقوية أنا ما نفهم شنو قوية سبتة وسبتين مليار في الأفست بردن وسلامة كاهم هذي مو قوية اليواخير قوية انتو ش قاعد تسوون أنا ليش ما أساكت لأن اذا ما صار عندي مستند ما حاجي وتتفى روح اشتك علي انت تحديدا يا مدير تتفى أنا قاعد أقول أنت وتوقيعك طلعني تشذاب اشتك علي طبعا ما عندك شجاعة تتفضل عندي وتقولي أنا غلطان لأني راح أبوس راسك إذا أنا غلطان لكن يمكن أنت ما تقبل جيد هذه النيابة راح اشتك علي بعد يا جماعة الخير جد اللي قاعد يقول ساذ حمد المولة جريمة يعتبر رسالة إذا الإخوان في مجلس الأمة عندهم استعداد للوطنية والموضوع اللي فعلا ينميها الوطنية ترى اللي قاعد يقول الساذ حمد المولة رجل قانون وليديه مستندات وهذه تعتبر أدلة فاصلوا رجعي ساذ حمد الله يرضى عليك يعني يعني على أساس أي شيء يصير فيه انزجام واندماج الموضوع قوي لا تقدر كلام بالفاصل توهيقنا على هوي لو سمحت بعد ذنبك يعني نحن نسفين حقك حلينا سهلا سعاد قلتي لي تحت الهوى منو عبد الرحمن النمش شنو قصته الأستاذ عبد الرحمن نمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد أي ونعم شفي يعني أنا هو اليوم حاضر افتتاح في اجتماع الأول لرسائلها الجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة الحين أنا بدال ما يحضر هذا الافتتاح عشان يسن مشروع قانون موحد لمنع الفساد ومكافحته احنا عندنا فساد يعني عقب الكلام اللي قاعد يقوله استاذ حمد وما يندره بعدش بيقول وين عنها اللي قاعد يصير هذا كله وبعدين تعال انت قاعد تناشد أعضاء مجلس الأمة أنا من المعلومات اللي يتني أن أغلب أعضاء مجلس الأمة يسكتون عن اللي قاعد يصير في الهيئة العامة للزراعة مقابل أراضي تمنح لهم الله فأنا يعني الله يخليك لا تناشد لي يا أعضاء مجلس الأمة هذي لآخر ناس ألجأ لهم يا ويلهم من الله في سبيل يا ويلهم من الله عشان نكشف هذا هذا النوع من الفساد معقولة انساهم أعضاء مجلس الأمة رجاءا انساهم محترامي لهم هذا الوقاع اللي قاعد يقولها استاذ حمد ترى من سنين شغالة عليها الهيئة تبيهم الحين ينتبهون هم يدرون ترى بس مصالحهم ما تسمح لهم من يوقفون ببيهة تسمع ببادر شرايك من الكلام بساعة قلت لكم أنا الجواخير وزعوا من 200 إلى 300 صح صح جواخير من 200 إلى 300 من غير شروط طرق ويهك على حسب بعد نوع ويهك يصرفون لك واللي ويهه مو حلو انسا القبول على الحين أنا ما أنا بيعتبرها ببيهة أنا عشان لا يلوموني بعدين القسائم قلت لكم اللي مالت الأفراد مو أنا وردتكم نموذج هني اللي ما قلت اسمه أي القسائم يعيالي بين حوالي 200 قسيمة بين العبدلي والوفرة حفظوا الأرقام 200 قسيمة أفراد مفروض أنها موقوفة هي مو موقوفة بين العبدلي والوفرة هذا نموذج وردتكم يستحقون الأفراد اللي أخذوا هذا السؤال أنا ما عندي إشكال طيب ليش تمنع على أهل الكويت وتوزع بكيفك هذا اللي ممنوع خلي على افتراض يستحقون بس ليش تمنع عنه ليش تمنعنا أهل الدين طبعا أنا لا أخر عندي ولا مزرعة ولا ما عندي ولا شي عشان أقول لكم أمانا إيه إستاذ حمد ليش المسألة تصير اختيارية ليش مزعجية قانون طبقه طيب طيب قلنا 200 عبدالي وأفراد زين هذا نموذج الثاني النموذج الثالث للمستثمر الشركات المؤسسات اللي يسور وينعطاها له وما سوي شي أصلا أنا ذكرها أول شيء ما بنوع يعطونا المستثمر لماذا لأنه اللي يضخ الفلوس عشان ينتفع للضبط هذا مو أفراد هذا يرفع من قيمة الأرض ويرفع من قيمة الثروة حتى يعطينا نباط أكل يعني حق السوق المحلية يسمونها الأمن يوفر الأمن القذائي أنا أوفر لأرض هو يوفر لأمن قذائي بدال للحوم الفاسدة ويربح عليه بالعافية زين شي سوي مسور ما يعطي أحد تمام الأرض بحاصة ياخذ فورها دعم الدعم هذا ما للأفراد منوط الأغنام ما يعطون هي يعطون هذا عندك نموذج هذا نموذج موجود لو سؤلت تقدر تبين بهذه المستردات مؤسسة وكذا كله كله ثلاث نماذج بس بعطيك الرقم مساعة ما قلت المستثمر 250 مزرعة للمستثمر 250 في وين في العبدلي لمستثمر واحد لا 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 أقول تشم صرفه بالمخالفة للشروط 250 في العبدلي و100 في الوفرة ذلك زين الرقام هذه في فترة شنو المنع بعد الحين خلني على شغلة ثانية حوالي السؤال فكرة الهيئة هذه اللي تمنح عراضي زراعية الهدف الرئيسي منها شنو زراع الهدف منها توفير الأمن الغذائي نعم يبأ أنت تحب الشغل نفضل حياك يعني هذه أملاك دولة صح تعالي با نمها اشتغل فيها ونزلها بالسوق ندعمك ونشتري منك بس نزل هذا مع الأيام كفكرة عامة نفس الأفست يعطينا على حسب الكويت وعددها اكتفاء ذاتي بالغذاء ما لا بنصدر سؤال تعرفون ليش يعطون ناس وناس اللي ونتوزعلانين عليه ليش القانون يقول خمس سنوات ما يصير تقلبها أو تتنازل عنها الأرض لأنني أنا عطيتك ياها بصفة شخصية من أجل أنك أنت تفهم هالسوالف قدمت لي ما يفيد نعم وعندك أغنام وحلال وبناء عليه أبيك تساعد في مسألة الأمن الغذائي يعني معيار شخصي تمام متعد شرائط أنا من ضمن الشرائط المدير زاك الله خير بصراحة ما قصر نزلها من خمس سنين إلى سنتين ليش عشان تقلب بالبيعة عشان تقلب عشان يبيعها ايه يبيعها مكسب طيب فيه قانون مو قانون يبا هو ما يقدر اسحبها منه ردها عطها قرعة حق اللي يستحق مو تخلوا الأراضي هذي بيع وشراء كلها داع فلال وما فلال سويتوها مو يبا مو أحد مو هدف حتش دي هدفها أمن قذائي وين الرقابة ما نفهم وين ديوان محاسبة يمكن قدم ديوان محاسبة وين الجهة المعنية زين سنتين مو مصادقين أنتو من خمس لسنتين فياخذهم عشان تشري النار اللي هني سوروا وينطرون الدور سنتين حتى السنتين فيه استثناء ايه انت أنا بيك ربع ساعة خلاص يبي والدليل على شنو تعال شوف حق الشركات التصنيفية هذه مو موجودة طبغ للغانون سيد حمد ولا قانون يشتغل هنا يبقى أحد أوريك أنا توقيعاتهم مو توقيعاتي اسمع لجنة المناقصات حسنا ما يصير فيه شيء سيد حمد لجنة المناقصات لحظة تعال لجنة المناقصات حد أعصابك عشان يقدم اوكي يقدم على لجنة المناقصات أنا لا تلوموني أنا ترحى ستقول أنا لو عندي أخر وهذا شان دشت فيه مدعوم بس أنا ما عندي من الحرة اللذيني قاعد أوري حق العالم صراحة شوفي تعرفون أنتو تعرفون سالفة التصنيف نذكرها جيم ضاء ألف عشان توصل حق التصنيفات في ديو في وزاك تجارة لجنة المناقصات لازم يكون عندك شنو رأس مال نص مليون هذا غالون عشان سير ألف الآن غالون طبعا هاي لشنا نراقصات اثنين لازم عندك سابقة أعمال وخبرة طويلة تمتد حسب الأصول تمام لا تقل عن ثلاث سنوات وما يصير اشتغلت حق ياخور لا يشتغل حق مؤسسات وهيئات بالدولة عشان يعطوك فيها كشف أن الرجل هذا اشتغل تمام بعدين ولازم تقدم موش أوراق رسمي عادية لازم تقدم ميزانيات متتالية على الثلاث سنوات يعرفون أن داشطال أن النجاة تشتغل تمام عشان تكون سيرتبال ولازم يكون عندك جهاز كامل فني مهندسين ومراقبين وإذا كان عندك أنت معدات ما معدات من ضمن شغلك لازم عندك باسمك باسم شركتك معدات كراينات حفارات تشتغل فيهم ما تشتغل بأظافرك بتحفر زي نواء شفتي هذه السالفة هذه شركة هذه أوراق شركة زي نواء مقدمة من حقه حق الهيئة تبي أرض تبي تصنيف تبي تصنيف جميل الحبيب الأخ البدر شاء الله خير والله صراحة الرجل هذا عنده عصار صحرية ومصج قدم كتاب حق لجنة المناقصات عاد يدرون ما يدرون مو شغلي بالمخالفة الشركة صال لها شهر لا سلام الشهر مو مني ورقتها تقول صال لها شهر إعلان لجنة المناقصات حسنا كاهيا اسم الشركة صنفوها أولى شهر أنا أدعو جميع الكويتيين اللي فاتح شركته شهر شهر ونص يروح حق الأخ البدر خلي يعطيه هذا الاستثناء كتابي وصله حق المناقصات عشان يطمره من جيم إلى ألف اللي هي الأولى وفي نفس الوقت ما مستعد ليش يقدم مصمليون لا يقدم مثل ما هذا سوى ما عنده هذا هذا نازل بكويت اليوم أوراقة تقول صال لها شهر هذه جريمة مشترك والله ما أدري يعني مو بس الهيئة مشاركة الهيئة موقعة حق التأمين حق الشسم الصناعة حق المناقصات قالت لهم ترى هذا الزمان عاد من يفهم غلط من يفهم صح هذه المراسلات رئيس لجنة المناقصات السادة حمد أهو صاحب الحق بالتصنيف في مسألة أولى ثانية ثالفة والله ما أدري إذا المناقصات تقوله هو صاحب الحق يقدمون لنا إذا أهو صبعة تأشيرته يحط يده على الهرمون يبين فيه سرطان وعلى سرطان مثل ما هو قاعد يسوي يبلغوننا إذا عنده هو معلومات خارقة وإيده تبين مجسات حق الفاحص أنا حاضر إذا الخمس سنوات تصير سنتين وبعد ثلاثة ثلاث دقائق عشان أبيع الأراضي اللي ممنوكة للدولة للأمن الغذائي صارت بيع أراضي والله قولوا لنا أنا أعتذر إذا كان عنه ممكن غلطان أنا جدامي أوراق طال عمرك وأقول لك تعال هذا واحد موظف زيني باي واحد موظف يشتغل مثال أقعدك بسمه وقتطفات هذا يشتغل ولا شي شونه يعني يشتغل ولا شي شون يشتغل ولا شي كيفي أنا أقولك تابعي أقولك اسمه تحوى يشتغل ولا شي هذا ما أدري عند حال حال موجودين اللي حان كلها أخبركم أشياء اللي ممنوعة على هل الكويت مو ممنوعة على اللي عندي إياهم بالمستندات شحقة ساكتين روحوا بعد هذا الرجل اشتغل باحث إداري منسق منسق أول اختصاص تدريب بعدين اختصاصة أول محاسبة شكل بدون شهادة ودش بالكادر لأن كادر المحاسبة 650 دينار فوق الراتب هذا شعلي من غيره إشلون من إداري أصبر لحظة تقيقة إشلون من إداري يصير تخصص يعني حين أنا جدامي محامي صح إذا عارف البدر وادخل عندي يسويني كادر شنو دكتوراه في العمليات الجراحية في مخ مثلا لغنام مثلا وتمشي هذا هذا ما عنده شهادة كل إداري باحث إداري حتى لو عنده شهادة وين الإدارة عن المحاسبة يمكن درس راح درس ولا عد الوضع ولا سوالة سالفة يعني أنا مفتري صح جيد يا معود ما عندي مشكلة والله قابل بس خلي صلحون افترض أنا مفتري كان اسم موجود والشهادات موجودة والاستثناءات موجودة أخذ الكادر 650 هذا ما العام وعلى فكرة ما العام وبين قوسين تزوير أبشرك تزوير رسمي حتى في الزناقصات هذا هذا رسمي ذلك رسمي خط طبعا كل تزوير كل تزوير بعد سرقة ما العام وتزوير وبلاوي المخالفات هذه منهم أشر عليها ديوان الخدمة المدنية أكواحد تعين بالمخالفة وما دزوا اسمي حق ديوان الخدمة رفض رفض ديوان الخدمة يمشي للراتب الفلوس منه يعطونا أنا ما أدري واحد ثاني أخ ما أقول لك اسمه ديوان الخدمة وانقبل بالهيئة هذا يا حبيبي شوف هذا رجول اسمه معاون بيطاري شنو معاون بيطاري تعرفت الدكتور يساعد دكتور بيطاري يعني مو طبيب فيه دكتور طبيب شهاده بيطاري المعاون ما نهي اللي يبلحقنا شراجية أيه بمدري شنو العفو أيه هذا معاون عندنا معاون هذا قريب من الإدارة قريب من الإدارة يعني حبونا بتطلع فاصل صدقانا ما تخلينا أكمل لأن ترى السرقة الكبرى لازم أخلصها السرقة الكبرى لا حد يبعد الموضوع أكبر أكبر لا حول الله السادة سعاد عندك لو سمحت أستاذ نواف الله يخليك أنا أبي أستاذ حمد يكمل الكلام اللي قاعد يقوله لأنه قاعد يقول أشياء خطيرة أنا عيدتك المفروض عقب هالحلقة يتخذ إجراء ضد الشخص المعني هل عندك سادات تتخذ إجراء وترفع دعوة قضائية بكونك محامي أنا إذا رئيس حكومة سويها إذا وزيرها سويها إذا مدير عامة سويها أنا ولا واحد من هذين أشياء يأخذوا الرواتو بتفتروني وروني شغلهم السادة الكبرى شوف يا بيت الحين هذا الرجل اللي طمره شوف تخصص شنو قلت لكم معاون يعني معاون تصدقون هذا المعاون فجأة يترقى 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 كان يصير مدير العلاقات العامة أصبر أصبر دقيقة ديوان الخدمة المدنية تقول عدم مشروعية القرار رقم كذا في سنة 2008 بتعيين المذكور بوظيفة مدير إدارة العلاقات العامة حيث أن هذه الوظيفة في غير مجال تخصص الدورة الحاصل عليها دولة التريبية في تخصص معاون بيطري كما أنه يجب أن تلتزم الإدارة في سحبة ديوان الخدمة المدنية رفض مو رفض هذا الكلام طبعا فيه كلام وايض قوي يعني شيلة شيلة تقول حق البدر سوى البدر سوى سعب سيفون على القرار ولا حين شقال وبنفسك كذا ولا زال ولا زال موجود إيه 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 ولا يرد على أحد شو حقه لا يرد على أحد عندك أحد عندك أحد أنت جابلت بقانون كل من لا أحد لشغل بالموضوع أنا أعطيكم مثال تفضلوا ترى هذا غير صالفة السرطان عيالنا دروبانكم تشيكوها لأنه إيده فحص طبي هو يوقع وتمشي الصالفة شلون تمشي موضوع ثاني الآن السريع النوبات هذه قصة رائعة هذا غير معاون رئيس بعد بعد إيه 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 هذه في 830 شخص حوالي 830 شخص يشتغلون في الإدارات شنو الإدارات؟ إدارة علاقات عامة إدارة كذا إدارة كذا خدمات صيانة تنفيذ خدمات هندسية تابع لها إدارة التحريج والمراعي فريق تطبيق قانون الرعي مثلا تنسيقه والمتابعة 830 واحد عطاهم اكسترا نوبة يعني داهم 12 ب12 ولا 24 ب24 فوق رات بياخذ فلوس وهو اصلا وظيفة ما تستحق عموما وقاعد بيته وفاهمي خاف شو ما تستحق علاقات عامة شاكوا نوبة داهم ليل فاير صحيح حاطك أنا مدرج اكو ادارات ادارات تخطيط والدراسات لان يكره اللي داخل ولا واحد محال وكو تشم واحد من الافراد في بعض الادارات يحط ما يطلعهم هذه الكشفات 830 كاها شوفها 830 على نوبتين كويتين وغير كويتين زينبة جيد تكلفة النوبة اللي مالها داعي عادي انتو سموها اللي تابون 400 الف دينار بالشهر غير الرواتب 400 الف دينار بالشهر بالشهر مو بالسنة حق اللي اسماؤهم مرضي عنهم مو مرضي عنهم انا ما اعلم قد يكون يستحقون سؤال بس اللي اشتغل في العقل العامة ولا قصف المتابعة اش حق تنزله نوبة بعد اكو كارثة في واحد مطلوب لامن الدولة مو كويتي مو كويتي واهمة صرفوا اهمة خصموا عليه ثلاثة ايام امسوي حركة ما ادري شن هي يات امن الدولة خذي تحبزتها ثلاثة ايام بعدين شن يطلع كتاب ايضا من الهيئة ترى ما في شي فهمتو غلط كانت امن الدولة قالوا شوان ما في شي اذا انت خاصم عليه ثلاثة ايام عموما هذا ما زال موجود في النوبة وهو مو مالنوبة ومو كويتي كويتيين انا وارب الكعبة بعدشان ما بيحرقوكم كلكم قاعدوا سكتو ما يبي احد يشتكي لا لكويتيين لا تشتكون قاعدوا لما اخر شي تلاقي الماء وصل لهنين ما حتى تحركياتك ما تقدر هاي مسئولية كل واحد مو بس مسئول في الدولة حتى انتوا ساقتين ولا تقولوا ما اعطونا هذي النوبة الثانية زين هذي اسمها كاهوة في واحد اسمح لي اقول لك اني يصير لك بالنوبات كاهوة هذي اسمها قبل لا يتغير الاسم قبل لا يتعدى الاسم نفس الاسم بالضبط لا لا قبل لا يتعدى الاسم لاخي ايه زين اوكي هذا اخوي ما كان في الهيئة ما يشتغل نهائي هو اصلا ما يشتغل يابه من ادارة اخرى في الدولة ويابه عنده وشان يعطيه نوبة وهما يداوم شنو وين يشتغل في مكتب نائب المدير العام للشؤون مكتب نائب كم واحدة اربعة يشتغلون في مكتب النائب المدير العام هذي شكوا بالنوبة شكوا عموما عطوهم ومنهم واحد يصير لك انا صراحة ها في النائب بعد معاه النوبة ما ادري لا والله ما ادري هذا لاحظ هذا غيرك لك عنه مقويتي هذي في النوبات على فكرة هذي اكبر هدر للمال العام البلاغ اللي قلت عنه حق الهيئة مثل الفساد والذمة المالية هذه ارض خصبة تاخذهم ترد للدولة يعني اذا اربعمائة الف بالشهر والحجي من الالفين وثمانية عليك الحساب حسب كم مليون كم مليون تردون حق استثمروا الاراضي حق اللي يستحقون اللي فعلا ناس مزارعين حقيقيين ناس مستثمرون اللي حق الدواجين حقيقيين ناس يشتغلون بالاقنام بيسوون حق السوق المحلية هذه اللي يستحقون هذه اللي ترى كلها بعاد على كل حال واللي موجود يبيعوا يقلب يبيعوا يقلب استثمار حق الارض حق الغذاء يبيعوا يقلب يبقوا مو بيع اراضي مو ارضك انت شاريها ولد ولا موررها بكيفك يبقى انت حساب تقيم عمل لصالح السوق المحل اللي يجب مخصص لهم حق المنفعة فقط لا غير ما يتملكون الارض عشان يجبون يقلبون الحين تعالي الحين خلصت على السريع اقول الكويت ابديني اذا ما اشتكيتوا والهيئة ما تلفساد ما قدمت شكوة ولا احد راح للنيابة العامة تمام على فكرة هذي اللي عندي اي واحد يبي يقدم شكوة حقيقية مو انا ما رشت مو شرط انا بسكها انا اعطيه مستعد بس يروح يودي النيابة العامة مو مجلس لمه انا هذا موجود انا مجلس لغ سليدي لا لا اقولك يعني ما تبقى انت تبقى اجراء شوي يعور ها يرد الحقوق الكارثة الكبرى هذه يا محفوظ هذه الحنب انهيها عشان الواقع هذه يا محفوظ السلامة فيه هناك مبالغ حوالي قيمتها مليون وستمية واثنينة واربعين دينار كويتي شنو هذي لها دعم اعلاف في الميزانية وافراد غير مستحقين وناس مو كويتيين لو قلت لكم ها وناس خارج الكويت وهذا المبلغ اعطي لهم دون وجه حق الآن تقول لي حمد انتش دراك صحيح مو حمد ولا استنتاجي على فكرة الاخ جاسم محمد حبيب البدر رئيس مجلس الادارة والمدير العام يرفع كتاب وهو من حقه حق مجلس الوزراء يقول لهم يا عيال ترى يبا هذا المبلغ راح بالخطأ شنو بالخطأ لا يمكن اغفال حقيقة ان صرف تلك المخصصات العلفية بالزيادة كان ناتج عن خطأ خنات شيلي على فكرة اعترف اسبر هاي توقيعه وهذا كتابه موجهة من حقه اسبر وان لم يكن مقصود لا اخوة مو كيفك التحقيق يقول اذا كان مقصود لا لا واحد اثنين هذا ما العام من قبل بعض العاملين بالهيئة قدمهم ولا تكشف بدانهم الذين عقوبوا على ذلك وين العقوبة موجودين العقوبة في المال العام تردوا لفلوس مو العقوبة تقول عقوبة اعطى خاصم يومين بعد مثلي سويت افذاك بعد لذا وتقديرا للأسباب والمحددات السالفة طبعا ماكو لا أسباب ولا محددات ابي شرش هاي كتابه وهو توقيعه مؤانه واستنتاجي مليون ستمية الف دينار يقول خطأ ويوقبوا لا عقوب ولا عشفناه ولا الفلوس ردت عينوني اخب هالمكان انا واعطيكم خطوط احسب من هذه والروح عقوبة عقوبة ولطب ليس اخذ ما هيرد ما هيردش هنا شوف يقول تقديرا لكذا فضلا عن صعوبة عمليات استرداد المبالغ ليش ما اعطيهم كولومبيا انت ولا بجزر الواق واق مجلس الوزر اقتنع بالاسباب اللي طرحها الحين بعطيت صبروا ولا سيمة هذا اقرار معناتك مو اقرار اعتراف رسمي بس يقول شي يقول خناكمل يقول من صعوبة عمل استرداد تقترح صعوبة تقترح الحصول على موافقة الجهات الرسمية بالدولة على اعفاء تلك المزارع والافراد من استرداد المبالغ التي صرفت لهدم لهم بهذا الصدد انا هذه الورقة تعطي صلاحية لكل انسان يسرق المال العام ويقدم كتاب حكم مجلس الوزراء ابشركم على فكرة ما ارد المبلغ لي الحين اثنين ما جد دولني الحين بسبب هالمسألة اقب هذا بجد دولة والله اي ما عدري انا ارى اوكي انا بترى على حبة الرجل الحقيقة يا هل كوين انا هذا الرجل احبه تدري ليش لانه قاعد يشتغل حسب الادارة مالتا وما عنده احد يهمه وانا اعتقد اذا ما احد يحاك شيك والله كيفك في شيء بعد صغير تذكرون الحكم اللي قلت لكم عنها المبادع المصلحة العامة وحالتهم اللي كسبنا الحكم هذا مالدكاتر مالتوزات صحة مبدع عام الحبيب انت لما تقول الحبيب ترى قاعد اروحك رئيس لهياتي هو الحبيب هو حبيب ايضا عندي انا حبيب على ذكره ما منه والله ما اعلم عنه والله ما عندي شخصي انا اتعامل مع توقيعاته اتفاعل مع توقيعاته وقراراته عندي طلب جدامه عندي قضية لا عندي قضية ولا عندي مزرعة وما احب المزارع اصلا انا شغل بحر ما يعموه شغل بحر فما عندي اشكال يعني والله انا احب المزارع الناس عذواء انا احب المزارع بس انا ما ليه مصطح اخاص لا منصح اشتراح سمعي شوف هذه النقطة المهمة الان قاعد يحيل الناس للتقاعد هو حال مد تذكرون الكشف الثلاثة وثلاثين لا تذكرون طلعهم ان تعدوا ثلاثين سنة للمصلحة العامة كلهم كويتيين شرفاء وكفاءات نار كفاءات نار ممعاون بيطري هذين المساكين ها هالكويت عالم التقاعد ولا واحد تكمل الثلاثين القانون يقول له في حال التقاعد هذا الامر طبيعي مصلحة العامة كل شي اوكي ان الواحد اذا تعدل خمسة وستين شو يساهم فيه يحيلون التقاعد زين جميل هذا توقيعك ولا متوقيعك امعين واحد مو كويتي امبلش خمسة وستين يا سلام اهني الكويتي ينهون خدماته بخمسة وستين شباب 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 مميش مميش خمسة وستين يعني يرضع خمسة وستين مبلش داخل مو برا الكويتي اذا شربت شربت شوفي عنده لخمسة وستين قراطع برا هذا خمسة وستين دخلو بعد بقالنا دقيقتين اوكي الان يا اخويا ايها المدير العام انت انت اخوي صالك ثلاثة ثلاثين سنة انت بخارفة مصطح العامة بل بالعكس انا بالنسبة لي هذه جريمة وعلى عاتقها مجلس الوزراء بكل عامانة هذا وراحت القلبات وراحت المليون وستين وراحت تمام اعطاء الناس وراحت خطأ ومداوم من الاحين وعمره ذاك فوق ثلاثة يعني ثلاثة 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 مدير عام اللي يعبين لا ها اللي مو كويتين اللي مو كويتين شنو شنو وظيفتين في شغلة مبيزة عندك هذا مبيزة المتخصص في فاصل البغر او دكتورة اي او بحل محلة يحطي ده على الغنمة يعرف انها ذكر ولا انثة من غير ويتشيكها او يطالع المزرعة مثل نبي الله عيسى عليه السلام وتطلع الارض يمكن ما لكنش باللمس الحين تكفى شنو وظيفتين وظيفتك اهو تبي اسمه لا 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 اسمه خلا الوظيفة اي اصلا انتم ما تعرفون عربي اول شي ما يقولون اخصائي اختصاصي او مختص اخصائي عيب زين لا تكتبون هشي مرة ثانية مبيدات حشرية يبا انا غلطان انا حتى هذا الشخص لانا مو كويتي بس احتراما لا مالا ذنب ما انطلع اسمه شنو هو ايه والبصائي شنو هو والله اخصائي مبيدات حشرية مبلش عمره 65 وطلع الكويتيين زين يا اخي طلعت الكويتيين يرد لفلوس طلعت نصهم عطل الناس نفس الشي سخفر الله رب العظيم بعد 65 سنة توق مباشي مدخلها في حيل هذا يشتغل في فلوس في قانون في فلوس شوف انسى القانون استاذ نواف انسى القانون يعني في الحالات اللي قاعد نشوفها الحين القانون غير وارد نهائي في الشغل هذا ايش حق يحطين لايحة ايش حق يحطون قانون يبا خلوها سمردها بكيف نه لا تحطون قانون وحن نقرأ كل حرف هاي تخصصنا اخوي مو عندنا شي ثاني بعدين تعال مصلحة العامة انك انت لازم تحج نفسك التقاعد عمرك خدمتك 33 سنة مو نطلع الناس اللي حضر الثلاثين بالمخالف للقانون والقانون قاعد يقولون لا خمسة وسبعين يعني اكثر عقب التعديل الاخير اتطلع الكويتين اتدخل لواحد توا توا اول سنة عمره خمسة وستين سنة لا حرام شون ما هي الحرام ادخال هذا ولا اخراج ذاك لا 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 اخراج هذاك وادخال هذا النوبة اربعمائة الف بالشهر لا حول الله وين الهيئة احنا قدمنا بلاغ لكم حق الوفست لا حياتة اللي من تنادي اليوم هذه واحدة ثانية وعلى فكرة الحبل على الجرار لكن احنا نبي احد فيكم يشعر بالمسئولية يحل يا اخي نفسه يحل الراتبة يحل اللوكسجين اللي قاعد ياخذه في امان في هذه البلد يا اخي مو معقولة شنو هذا القاعد يصير انا طبعا سريع هذا ما الهيئة لا هذا ما الهيئة توا بالكامل تعطيك الصلاحية التعافيس اكل ماكو بالحق لا ما طلبت زود انا قلت بالحق وهو من نفسه يقر يقول يقول يا جماعة والله انا لو تسامحوني وعفاء كلها مليون ستمية وصلك مبادر زاكر الله خير مشكور وكثر الله خيرك ورايتك بيرك وسامحوني على الصراح بس والله من اللي فيني ترى العالم يساكن قاعد تأذى وتلطم وتروح حق المحاكم انا يعني سامحوني اعتذر على رفعة الصوت بس والله مبيدي انت استابنا وعزيز وغالع علينا وشكرا لك سادة سعاد ندري ما كان لنا دور لكنني قاعد يقوله كبير شكرا مع تخديري لك اهلا اخواني المشاهدين احنا على أساس نتكلم فيما يخص الوطنية تابونوا تعرفون الوطنية احنا نداشينا على عيد وطني خصصنا الحلقة القادمة فيما يتعلق بمعنى ومفهوم ومعيار وماهية الوطنية ذاك خلقي كدرني يا أخوي حمد لكن بالصح تصبحون على خير وكل سنة تطيبين لشنالي هم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة